فإذا ننظر للتجربة السابقة قبل هذه الحكومة كان الحديث مكرر في كل موسم يكرر أدنا نفس الإرخاصات مسألة الغاز وإمداداته مكامل الطاقة أو محطات الطاقة عملية التوزيع والنقل بها مشاكل وأيضا رحنا بين هذا المشروع وذاك المشروع وصلنا إلى نتيجة أنه لازلنا نتعامل مع نفس المشكلة ولكن برؤية ممكن تكون مختلفة الحكومة الحالية يسجل إلها أنه تنظر إلى الموضوع بجدية أعلى من سابقاتها بشكل كبير جدا شون لمسك هذا الموضوع؟ إذا على التصريح فالكل صرح قل لي إجراءات عملية جنابك كبير بإدارة الأزمات قل لي لمسك بناحية الإجراء نحن نحكي بإدارة ونتكلم بمهنية عالية أنا ليس معه ولا ضد عندما نتكلم عن أنه رؤية هذه الحكومة أنا ذكرت تحديدا رؤية هذه الحكومة والنهج الذي تنهجه يختلف عن السابقين في جميع المجالات ومسك الكاربا بمسألة جدية أنه ممكن البحث عن حلوله بدليل ما استعرضه الأستاذ لكن المشاكل لا زالت هي نفس المشاكل اللي إحنا ممكن أن ندعاني من أداء أو قطاع الكاربا دعاني من أداء الخلل في هذا الموضوع هو خلل بنيوي إحنا نتكلم مسؤولية الجميع هناك خلل اسمه كهرباء أولا من المعيب أنه دولة مثل العراق نتكلم عن أنه طاقة عندنا مشكلة بالطاقة هذه معيبة كبيرة جدا لأنه إحنا نمتلك 10.7% من احتياطي النفط بالعالم بالإضافة إلى ما نمتلكه من الغاز بالإضافة إلى ما نهدر من الغاز بالإضافة إلى الإمكانية المادية اللي ممكن أنه تأهنه أنه ممكن نتجاوز هذا الموضوع بشكل كبير جدا لكن إذا ننظر إلى واقع الحال لازلنا أمام مشكلة بنيوية كبيرة جدا بمسألة التوليد لازلنا بمشكلة كبيرة جدا في عملية النقل لازلنا بمشكلة في عملية استحصال الجباية يعني وسائل الكهرباء يصرف عليها أموال كبيرة جدا لكن معدل الجباية مدى يتجاوز الخمسة بالمئة إذا أغلبها تجاوزات إذا أغلبها تجاوزات ستصير يعني تعرف أكو مناطق سكنية تتعمد يأتيها الجابي تتعمد بأن لا تضع مقياس لقياس الكهرباء وبالتالي من تجي تقدير يروحون يأما يتم الاعتداء عليهم فلهذا نسميته أنه المشكلة بنيوية لأنه المواطن مثل ما مسؤوليته أو من حقه يسمى الكهرباء المفهوض يطي للفاتر بالجانب الآخر لازلنا نعوّل على وزارة الكهرباء أن تحل أزمة الكهرباء أو مشكلة الكهرباء أنا ما قدر أسميها أزمة ومدى نستوعب مو أزمة الكهرباء أبدا 20 سنة بدون كهرباء هذه مو أزمة الأزمة 20 سنة ناس نامت بسيارات وناس نامت بسطوح بس تسمح لي حتى تفسرها هي أخطر من الأزمة لأنه هناك تعمد في سوء الإدارة وضياء كبير جدا يعني يوجد مرحلة من مراحل وزارة الكهرباء كانت عبارة عن بوابة فساد ولا زال بعض الشبهات بمسألة الفساد فإذا أنه ما نقدر نعتبرها أزمة كانت هناك عملية جريمة أنه سرقة المال العام والتخصيصات المالية لهذه الوزارة بشكل يعني كان فوضوي وزارة الكهرباء لن تحل مشكلة الكهرباء ضمن هذه المعطيات وما نتعامل معها وزارة الكهرباء لن تكون الحل يجب أن يكون توجه هناك يختلف لرئاسة الحكومة في عملية حل أزمة أو مشكلة الطاقة بالعراق حسي يعني أنت دت ترجم كلام أستاذ أحمد بأنه أنا أحتيو ياك بدي يخصني أما ليخص غيري هذا شيء من الحكومة وحنا اليوم الوزارة واحدة من بنات الحكومة وزارة الكهرباء يعني كان مرفوض نسأل ليش الوزارة من تقدر تحل الأزمة يعني تحل هذه المشكلة يعني أنه أنا قلت لك الخلل بنية لا لا الخلل بنية كبير جدا طيب وزارة الكهرباء هذه إمكانياتها إذا نستعرض التجارب من عام 2005 لحد الآن كانت تكون وزارة كهرباء ولا ما كانت وزارة كهرباء نعم مهامها أنه وتأدي هذه المشكلة ولا لا أو تعالجها ولا لا طيب ليش فشلت غير من نبحث فيه إنه سبب الفشل شنوه فسبب الفشل الآن عد ما نريد نتعامل معه بشكل يختلف المفروض أيضا يكون النهج يختلف عد ما نتكلم عن النهج أنت تشوف النهج نفس النهج لو أكو اختلاف النهج ببعض التفاصيل أكو فرق بين النهج اللي يخص وزارة الكهرباء ونهج الحكومة ونهج الحكومة في مسألة حل نهج الوزارة الآن ترى مختلف بس اسمح لي بهذه رئاسة الوزراء يجب أن تنهج نهج يختلف في حل مشكلة الطاقة بأنه ممكن تدخل لاعب اسم القطاع الخاص الحقيقي لاعب بشكل كبير جدا مو بشكل اللي ممكن تنظر إلى وزارة الكهرباء الوزارة تنتهج نهجا مختلفا هذه المرة ولكن الحكومة لا زالت أو ما زالت تبقى في نهج باقي في نهج لأنه نتعامل مع نفس دارة المجكلة